مرة استوقفني إنسان في أحد أسواق بمشق وقال لي إنك تخطب في جامع النابسي قلت له نعم قال هناك رجل في سوق مدحة باشا سمع إطلاق رصاص فمد رأسه فإذا رصاصة تصيب عموده الفقري فيشل فورا قال لي ماذا نبوه قال لي هذا جاء لمحله التجاري كي يكسب قوت أولاده فما ذنبه قلت والله لا أعلم هذا عند الله أنا لست مكلفا أن أجيب عن أي سؤال الذي أعرفه أجيب عنه لكن شاءت حكمة الله أن أحد الإخوة الكرام حدثني عرضا عن قصة وقعت مع جاره في الطابق الأعلى من هذا الجار إنسان مغتصب بيت لأولاد أخيه الأيتام وبذل الأيتام جهدا كبيرا في أخذ حقهم من عمهم لكنه رفض واصطوا له أحد علماء الميدان فرفض بقوة أن يعطيهم حقه فقال هذا العالم الجليل وقد توفي رحمه الله شكوه إلى الله إن شكوتموه إلى المحكمة هذا لا يليق بكم هذا الكلام وقع ليلا الساعة التاسعة في صبيحة اليوم الثاني في الساعة التاسعة صباحا هذا الذي أصابته رصاصة فشل فورا والله أخ قال لي والله شيء عاينته بنفسه ركب مع إنسان إلى المطار يعمل في المطار قال لي هذا الذي ركب معه أراد أن يظهر براعته في قطع يدي جرو صغير من شدة البرد في الشتاء جلس على الطريق المعبد لأنه أسود والسواد يمتص بعض الحرارة فجاءت العجلة وقد داست على يديه الإسنتين فقطعته وأطلق ضحكة هستيرية عبر بها عن براعته في قيادة المركبة أقسم لي هذا الأخ الكريم أنه في السبت القادم في المكان نفسه أصاب العجلة خلل فاضطر أن يغيرها رفع المركبة بالرافعة وسحب العجلة فالرافعة ليست جيدة وقعت المركبة على العجلة والعجلة على يديه من رسو غير فهرستا أخذ إلى المستشفى فكان لابد من قطع يديه بعد أسبوع والله يا أخوان فيك القصة بس المشكلة يتاح لبعضنا أن يعرف القصة من الفصل الأول إلى الفصل الأخير يرى عدل الله في كل شيء وصدقوا أيها الإخوة أنه ما من قصة تقع في الأرض إلا كهذه القصص لكن نحن لا نعلم نعلم بعض القصص إذن الله جل جلاله عدل في أفعاله